كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات ان قصة سندريلا قصة مرعبة عن الفيلم اللي هشوفناه وقفنا في القصة بتاعتنا لحد ما الملك قال ان هو هيعمل حفلة لثلاثة ليالي كاملة بيدور فيها على واحدة يتجوزها ولكن مرتبوا سندريلا نوية انها تمنحها اللي حصل ان اخوات سندريلا تحضروا جايزوا نفسهم عشان يروعوا الحفلة لان طبعا هم هنفسهم وهيموتوا ان الملك يبص لهم طبعا مرتبوا سندريلا نوية انها تمنحها ولكن كان بتحاول زي ما بتقولوا كده ايه تلاقي حجة للموضوع ففي البداية جابت شوية عتس وراح ترمي يوم في النور وقالت لا لو لحية تلمي العتس قبل ساعتين من دلوقتي انا هواديك الحفلة طبعا مش هتوديها ولا حاجة ولكن انا بتقولها كده عشان ضيعوا وقت فراعت سندريلا استعانت بالطيور اللي هم صحبها والطيور فعلا ساعدوها لحد ما لموا العتس معاها طبعا برض ام سندريلا قلت لها ما فيش الكلام ده ومش راحها في حاجة سندريلا تلعت تجري على الابر بتعمها وهي مأهورة وبدأت انها تعاية تانية عند الشجرة وبدأت تقول كده زي قصيدة والقصيدة ديت بقى حولت الشجرة او خلتها شجرة سحرية الاخوين جريم ما وضحوش ولكن انت ممكن تتعامل مع الشجرة ديت انها مكان الجنية السحرية ايو لان القصة الاصلية اصلا ما فيش جنية سحرية فالشجرة خلت الطيور يجبوا لها فستان وجزمة ولكن بقى الجزمة خد بالك كانت جزمة ذهبية ما كانتش جزمة زواجية ولا حاجة فعلا بتلبس الفستان وبتروحها الحفلة والملك لما بيشوفها وسط النسم موجودة بيتجن بيها ولما بيحاول ان هو يتعرف عليها ويمسكها عشان يعرف هويتها سندريلا بتطلع تجري منه ولما هو بيحاول ان هو يلحقها بتختفي في وسط كومة حمام بيتير في الليلة التانية الحفلة سندريلا بيحصل معها نفس الكلام الشجرة بتجيب لها الجزمة ومعها فستان احسن من بتاع الليلة اللي قبلها وبتروعي الحفلة والملك بيشوفها في الجن بيها ولما بيجري وراها بتستخبى منه ورا شجرة ففي اليوم التالت بقى الملك قال لا نوى ان هو يعمل لها فخة عشان ما تهربش منه المرة دي فطلب من الخدم بتوع ان هم يدهنوا المدخل بتاع القصر بحق كده بنعم الغرة اللي كانوا قتها بيستخرجوا من الاشجار سندريلا بقى في اليوم التالت بيجي لها فستان احسن من الفستاني اللي قابليه بتروعي الحفلة والملك بيتجن لما بيشوفها وبيجري وراها ولكن المرة هذه بتغرز رجلها في الغرة اللي هم حطينه على المدخل ولكن هي بتحاول تشد رجلها فالجزمة فردة منها بتتقلع وبتلزق في الغرة الموجود هناك فسعيتها الملك بيأخذ الفردة وبيبتري انه هو يدور على سندريلا وهنا بقى الامور بتبتري انها تبقى مرعبة اكتر لانه هو بيعدي على كل بيوت الموجودة في البلد ولما بيوصل عندهم الاخت الكبيرة بتاعتها لما بتبتري انها تجرب الجزمة في رجليها الجزمة بش بتخش في رجلها بسبب ان صباحة كان زاني الجزمة فاماها بتقول لها لو انت عايزة تفوزي بالملك ايه طعي صبعك يعني حاجة ونعمة لامهات فعلا البيت بتقطع صباحة وبتلبس الجزمة فالجزمة بتخش الملك بيفرح ان هي ديت لكنه بيلاحظ ان الجزمة فيها دم فبيكتشف انها نصابة بعدين الاخت الصغيرة لما بتريد تحاول انها تلبس الجزمة كعبها بيكون كبير اوى على انها يخش جواها فبتروح بسرعة وبتجي قطع الكعب بتاع رجليها فالجزمة برضو بتخش لكن الملك بيلاقي ان الجزمة عمالة بتنقى الدم فبرضو بيكتشف ان مش هي دي ولما بيندهال في بنات تانية موجودين في البيت فسندريلا بتجيله وبتلبس الجزمة وساعتها بيتجوزه لكن القصة ما بتخلص عن كده بقى ويعيشوا في تبات ونبات والكلام ده لان اخوتها بقى وعايزين يستغلوا نخطوه من جوزة الملك وبقى تهية الملكة فعايزين يستفيدوا من ده فبيقرروا ان هم هيروحوا يحضروا حفل الجواز ولكن وهم رايحين بعد طبعا ما قطع صابع رجليهم الطيور بتتلمع عليهم وبتغزع عينهم اللي اتنين وبيعيشوا بقية عمرهم وهم عمي ما بيشوفوش يعني كده فقدوا عيونهم اللي اتنين وفقدوا كمان جزء من رجليهم هم قطعوا باديهم دي بقى كانت القصة السودوية القصدية اللي كانت موجودة في كتاب الفيري تيلز والذي طبعا ديزني ما كانت شانفة انها تحكيها او تحطاها فيلم موجه للاطفال وقتها استنوني بها في الحلقة بتاعت بكرة رمضان كريم عليكو كان معكم محمود زايد سلام